لا يمكن للعراقي اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن يتجاهل ما يحدث من تصاعد للعنف الإقليمي إذ يحرص على تجاوز التوتر إلى استقرار دائم في مقياس معيار مؤسسة دولية تقدم مؤسسة غالوب المختصة باستطلاعات الرأي العام رقما قياسيا حيث أن 82% من العراقيين يثقون بشرطتهم المحلية وهو أعلى إجماليا على الإطلاق كرقم سجلته ثقة الشارع بالجيش كذلك لم يحدث مثله منذ عام 2009 ومرورا على أرقام قياسية بثقة الشارع بحكومته والتي وصلت إلى 69% وتليها الثقة في النظام القضائي بنفس الاتجاه بنسبة 57% وهو أعلى إجماليا منذ أكثر من عقد من الزمن أرقام قياسية يسجله العراق من حيث الثقة بالمستويات السياسية والقضائية تتفوقها الأمنية لما للأمن من عنصر أساس في تحقيق دعائم الاستقرار في البلاد والأمن في العراق كلمة غابت كثيرا لسنوات طويلة عن شوارعه وبيوته ومؤسساته يتحدث بهذه الأنفاس الواثقة المراقبون في المنطقة والعالم لما قدمه العراق ولا يزال يقدمه في مواجهة قاسية مع عصابات التهريب والمخدرات وخلايا نائمة تحاول اختراق أي ثغرة حدودية وزارة الداخلية التي تقدم تقاريرها شبه اليومية من حيث النتائج الميدانية في ضبط أمن الحدود وإنشاء المخافر وتعزيز إنجازات وطنية بالقبض على أعتى تجار المخدرات ترسم صورة إيجابية للعراق الذي أزاح منذ فترة وجيزة صورة أخذت عنه بعدم الاستقرار لتتبدل إلى حالة جذب عربي إقليمي وعالمية ترجمة نانسي قنقر